نضمت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية فاعلية تحت عنوان صحتك مسؤوليتك للعملين في الشركة يأتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحضور عدد كبير من القيادات والعاملين في مختلف القطاعات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلقت فعالية الصحة الكاملة لمناقشة الصحة النفسية والذهنية والجسدية والروحية وأيضا المالية وكيفية تحقيق الأهداف في العام الجديد هذا في منتهى الأهمية ده بيساعدك أن تدي أقصى ما عندك ده بيساعدك أن تحارب الضغط اللي عليك الحقيقة أنا بشكر ويزلي ويلنس وشكرا جزيلا لكم وإن شاء الله نكرر هذا على مدار السنة بشكل مستمر الصحة النفسية أو الصحة الجسدية أو العادات الطيبة اللي المفروض الواحد يتخذها زي ما كان فيه بانل من شوية بتكلم على صحتنا علاقتنا بربنا علاقتنا بجسمنا علاقتنا بالأكل اللي بناكله علاقتنا بالراحة بالنوم بكل الكلام ده أعتقد أن ده كان إيبنت مهم قوي أن نحن نسمع فيه ده فيه متحدث جاي من بره بيتكلم عن العالم شايف الدنيا دي المؤتمر الذي شهد العديد من الجلسات أكد على ضرورة الحد من تأثيرات الضغوطات الحياتية بأسبابها المتعددة بما يحقق التكامل الصحي والإيجادة في بيئة العمل الإيفنت طبعا أنا بشكر الشركة المتحدة وبشكر طبعا وايز دي على الإيفنت الجميل ده ما شاء الله والمشاركة الهيلة يعني وايز دي معروفة أنها بتهتم بجميع جوانب الولنس بشكل عام وجدنا أنها من الأفضل والأصح والأدق والأسرع أن احنا نعمل مؤتمر طالعا النهاردة نعرفهم بكل الزوايا والمناحي اللي تؤثر عليهم سلبا لكي يتفادوها فيكونوا الصحاء بالتعريف الأشمل وليس البدني فقط وبالنسبة للمؤتمر النهاردة غرفة التجارة الكندية هي غرفة غير هادفة للربح وأهمية اللقاء اليوم مع المتحدة وشركة ويزلي على أساس أن احنا بندي تدريب لكل أطياف الشركات والمؤسسات من المتحدة وليه؟ عشان أن الموظفين يستفيدوا من عملية التدريب مؤتمر الصحة الكاملة يأتي استكمالا لعدة فاعليات تهتم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل الارتقاء بمستوى العاملين في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر